وعليكم التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هاتفية مجانية وفتح قنوات اتصال مستمرة مباشرة أو إلكترونية مع الجالية نحن كنا التزمنا أنا شخصيا التزمت أني أدافع على كل جزيرة أينما كان ولو في أبعث بلاد فهو تحت حماية دولته ولذا أرجو منكم أن تخصصوا لهذه العملية مجهودات ربما لما بدلناها لحد الآن أنما الجالية الجزائرية البعض منهم ترعرعوا في مناخ غير مناخ داخلية الجزائر ما عليهم يبقوا جزائريين بجنسيتهم الجزائرية ويعتزوا بجنسيتهم الجزائرية ونتصدى لكل من يريد أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان نعطوهم ديني ميروفير والمكان الموطن عندهم مشكلة مع الرجال القانون المحليين الشرطة أو لكذا يتصل بالسفارة التعوى والسفارة لاختطت الظروف أنا لم أشوف حتى منع باش في الميزانية يكون عندكم بند ونيسمح لكم باش تخرقوا مجموعاً تعموا حامين أساسهم الدفاع الجزائريين أينما كان ربما عندهم شو سايش كذلك بالنسبة للجزائريين لأصابتهم مصيبة في الخارج توفى أو لا يعني هذا ما بدون نقاش المهم أن الجثمان يصل إلى الأهل هنا ويقوموا بالجانب بتاعهم بالواجب بتاعهم هذا الوثائق لنصلحهم بعد مع السفارة ومع القنصرية ما هوش هذا اللي غاديت يعني يتسبل في مصارف مالية كبيرة مهم أننا نعرف أن الإنسان بالسفارة عامة وبالأخص اللي عايش في الغربة لما يفقد عدو من العائلين تاعوا ويبقى يعني وحده لما توجد توقف مع السفارة إيفو بالنسبة لنبود لبنزل بزنبسات عنا دي كونسيلا بالأخص ومتواجدها جالية قوية تكون عندكم ديزاكم بشياء بالنسبة لجزائرين يعني رهم وصابين مثلهم مثل غير وهذا يوصيكم بها مذابية ما تخلوش عليها